تذكرون عبوة العمل الفدائي التي ألسقها مقاوم في كتائب الشهيد عز الدين القسام بضحر دبابة ميركافة إسرائيلية من مسافة صفر؟ تذكرون هذه العبوة أدت لتدميرها ذلك المشهد الذي اعتبره كثيرون دليلا على صلابة وشجاعة مقاتل المقاومة في غزة كان استثنائيا مدرس مادة فيزياء في مدرسة اللبنانية قرر أن يحول ذلك العمل البطولي إلى مسألة حسابية تحاكي ما يفعله المقاومون في غزة ويقوم بتدريسها لطلاب الصف الثامن الأمر الذي لقي إشادة واسعة عبر مواقع التواصل للشماعي وجاء في المسألة هذا البطل الفلسطيني كان على بعد خمسين مترا من دبابة ميركافة أو دبابة العدو والسغرق معه الأمر ستة ثواني للوصول إلى مسافة الصفر من دبابة العدو وزرع القنبلة على ظهرها هكذا كانت المسألة السؤال أحسب السرعة المتوسطة للبطل بوحدة متر في الثانية أستاذ مادة الفيزياء عبد الحليم محمد قال لوسائل إعلام لبنانية محلية إن ما يقدمه إخواننا المجاهدون في أرض غزة يستحق أن ندرسه في مدارسنا وأن يكون ضمن المنهج التربوي لتكون تلك العملية البطولية مرجعا لهم خلال دراستهم حسب وصفه منصة التواصل للشماعي شهدت تفاعلا واسعا مع تصرف المدرس كما قامت مدرسة جرينوود المرج في البقاع اللبناني بنشر صورة من الحصة الدراسية عبر صفحتها وعلقت عليها هناك فقط يأخذ الصفر مكانه وقيمته تسليم زعيطر أشادت بفكرة الأستاذ وقالت هكذا تكون التربية قبل التعليم أما هيبا فقد أشارت إلى أهمية دور المعلم وقالت بارك الله في كل مرب يقوم بدوره الحقيقي على أكمل وجه ونختتم بتعليق أماني التي دعت إلى تدريس بطولات المقاومة وتعميم هذه المبادرة وقالت بالفعل هذه البطولات وهذا الصمود وهذا العزم والقوة يجب أن يدرس في المدارس